فإذا نحن عظمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم فلنبشر بالخير يقول الأخ ما العلاج للتخلص من شهوات الدنيا ومغرياتها وفتن النساء خاصة أجدها في عملي وفي الأسواق علما أني متزوج وأسمع من الدروس العلمية أعظم دواء وأبلغ شفاء وأكبر زاجر في هذا الباب أن تستحي من الله وأن تذكر رؤية الله لك واطلاعه عليك والله سبحانه وتعالى يقول يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فأكبر شفاء بإجماع أهل العلم أن تذكر اطناع الله عليك ورأيته سبحانه وتعالى لك وأنه سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك فداوي قلبك بهذا الدواء قد قال قتاده رحمه الله تعالى إن هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم أما دائكم فهو الذنوب وأما دواءكم فهو الاستغفار فأكثر من استغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسك على غض البصر قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون انظر إلى هذا الزاجر ختمت به الآية إن الله خبير بما يصنعون فذكرك لاطلاع الله عليك ورؤيته لك وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية هذا أكبر زاجر وأكبر رادع وثمت أمور عديدة في هذا الباب لكن مداوات النفس بهذا الدواء العظيم ذكرى اطلاع الرب سبحانه وتعالى هو أنفع ما يكون دواء وشفاء في هذا الباب عليك بطرق هدى ولا يمرك قلة الشاركين وإياك وطرق الضلالة ولا تختر بكثرة الهاركين